من السودان تحديدا تتزايد المعاناة الإنسانية مع تواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هناك منظمة اليونسفة فاتت بأنها تلقى التقارير عن 2500 انتهاك صارخ لحقوق الأطفال بمتوسط واحد على الأقل في الساعة الواحدة كما أحصت المنظمة الدولية مقتلة ما لا يقل عن 435 طفلا في النزاع الدائر هناك منظمات دولية وحقوقية تحدثت أيضا عن حالات للعلف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات مشيرا إلى نكثر من أربعة ملايين امرأة وفتاة معرضات للخطر تأتي هذه الانتهاكات فيما تتوصل عمليات الفرار من المعارك واللجوء إلى دول الجوار والتي فاقت 700 ألف شخص إضافة إلى اعتداءات طالت العديد من القطاعات الخدماتية على رأس هذه القطاعات القطاع الصحي الذي بات 67% من مستشفياته ومركزه خارج الخدمة وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية الأسئلة لليوم هي كيفية نظر يونسيف إلى الوضع الإنساني في السودان ومن هي الجهات التي تقف وراء انتهاك حقوق الأطفال وهل هي ممنهجة وإلى أين وصلت الجهود الدولية للدفع نحو حماية المدنيين وبشكل خاص للأطفال في السودان وما هي المعيقات التي تواجه عمليات المنظمة أو عمل المنظمات الإنسانية في السودان وكيف يمكن دفع طرفي النزاع إلى احترام حقوق الإنسان في المعارك داخل هذا المعسكر بمنطقة حنتو بولاية الجزيرة وسط السودان لا تجد الطفلة مياس المصابة بمرض السرطان وأمها إسراء رمضان غير هذه الشجرة لتحميهم من هجير الشمس وهطول الأمطار وسط معاناة أسرتها في توفير جرعات العلاج فالحرب الدائرة بالخرطوم انتزعت منهم كل ممتلكاتهم وآمالهم في علاج ابنتهم جينا الجزيرة وحسي قد اندي ثلاثة شهر الظروف ما مسامحة لاينا أقدر أوصلها شناتين باقي الإلاجات ليست مياس وحدها من تقاص الأمرين مع المرض داخل معسكر حنتوب فالأنيميا وأمراض القلب والكلة وغيرها تفتك بعجساد أطفال آخرين ينتظرون مد يد العون وسط إمكانيات شحيحة وتحديات كبيرة تواجه القائمين على أمر المعسكر عدد الأطفال لدينا في المركز 2800 الحوجة بتاعتنا في المركز صراحة في التدخل بالأطفال إننا الحوجة ماسة بالنسبة للتغذية بالنسبة للتغذية الآن إننا الأطفال دين ما عندنا تغذية موحدة زيهم زي بقيت الأسر بتناول الوجبة في الفترات المؤخرة جدا حتى الوجبة ذاتها يعني هي ما كافية بالنسبة للأطفال في المقابل تقول سلطات الولاية إنها تفذل جهدا كبيرا في تقديم الخدمات الطبية للقديمين من الخرطوم في ظل ضغط كبير يعاني منه القطاع الصحية في نظام صحي موجود أما الكلام عن وجود إيادات لكل معسكر فهذا بالنسبة لنا هو من الأساس أنه غير موجود نظام صحي موازي لا نستطيع أن نعمل مع إيادة داخلية لكل معسكر أزمة السكن وعدم سعة المعسكرات والبيئة المهيئة لمقابلة الأعداد الكبيرة من النازحين كلها عوامل تفاقم من الأزمة الصحية بالنسبة للأطفال وأسرهم أكثر من ألفي طفل يعيشون هنا داخل هذا المعسكر بولاية الجزيرة في ظل أوضاع صحية أقل ما توصف بالصعبة إذ يرى ذو هؤلاء الأطفال أن الأمر يتطلب تدخلات عاجلة بتوفير العلاج والغذاء فلا ملاذ لهم غير المكوث هنا إسلام الأمين قناة الحرة ولاية الجزيرة وادمدني نعلق على هذا الموضوع وينضم إليه من بورت سودان تيد شيبان نائب المدير التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف تيد مرحبا بك شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة هل لديك ما تضيفه على التقرير هذا وضع مؤلم للغاية وأتمنى أن لا يكون وضع المنظمات الإنسانية وينسف أيضا هناك مؤلم كواقع الأطفال هل تسمعني أستاذ تيد طيب نعم أسمعك لم تسألني سؤال أرجو أن تسألني السؤال أنا سألتك سؤال قلت لك هل لديك ما تضيفه على ما طرحناه على الوضع القائم المؤلم في السودان وأتمنى أن لا يكون وضع الأطفال المؤلم أقل إيلاما من الوضع القائم للمؤسسات الإنسانية العاملة هنا شكرا هذا تيد شيبن نائب المدير التنفيذي لعمليات الإمداد الإنسانية ليونسف نحن على بعد مئة يوم ويوم في النزاع في السودان وكان هذا فضيعا بالنسبة للأطفال أربعة عشر مليون طفل نصف أطفال السودان تأثروا من الأزمة وهناك حاجة لبرنامج إنساني واحد وسبعة من عشر مليون طفل نزحوا خارج البلاد واليونسف موجودة وتقوم بإيصال المساعدات في أراضي السودان وصلنا إلى ثلاثة ملايين طفل بإمدادات صحية واحد وسبعة من عشر مليون نسمة لديهم فرص الوصول إلى المياه واستمرنا في نقل المبالغ المالية إلى الأمهات المرضعات والحوامل ونفعل كل ما نستطيع للاستمرار في إمداد الأطفال الذين يعيشون ظروف صعبة لتحقيق ذلك نحتاج إلى الوصول وعمال الإغاثة الإنسانية يجب أن يحترموا ونحتاج إلى عوائق بيروقراطية أو هناك عوائق بيروقراطية مثل الوصول إلى التأشيرات ونحتاج إلى المال طلبنا 840 مليون دولار وتسعة في المائة تم توفيره نحتاج إلى المزيد هل الجانب التعليمي في ضوء ما تقومون به أيضا أستاذ تيد نعرف بأنه جيل اليوم في السودان مهدد اليوم بفقدان الفرصة للتعليم والعودة للتعليم أيضا لاحقا هل أنجزتم شيء في هذا الخصوص أبلا الشيء الأول هو التركيز على القضايا المرتبطة ببقاء الأطفال على قيد الحياة قضايا الصحة والتغذية والماء وفي خضم هذا كله كان هناك جهد كبير لتركيز على القضايا الخاصة بالرفاه الاجتماعي والنفسي والرعاية الصحية النفسية والتعليم يونسيف تعمل مع الشركاء وأقامت أربعمائة مكان يمكن للأطفال أن يلعبوا فيه ويتعلموا فيه أيضا ويقوموا بعمل من أعمال التعلم خلال هذه الأشهر الصيفية أيضا نحن نجلس مع المسؤولين من وزارة التعليم وشركاء آخرين للبدء في الإعداد للسنة الدراسية الجديدة في سبتمبر من المهم بالنسبة للأطفال أينما كانوا أن يصلوا إلى التعليم قدر الإمكان والاستعدادات ستبدأ للسنة الدراسية الجديدة في سبتمبر بما في ذلك التأكد من أن الأطفال النازحين حديثا يذهبون إلى المدارس في أماكن النزوح ناقشنا مع وزير التعليم على مستوى الولاية الطريقة التي تتاح فيها المدارس ليس فقط للأطفال الموجودين في الولاية وإنما أيضا النازحين الذين يأتون بأعداد كبيرة ستمائة عائلة نزحت من الخرطوم وأمدرمان ولديهم الكثير من الأطفال الذين يتطلعون إلى السنة الدراسية ويونسيف ستتابع هذه العملية الخاصة بالسنة الجديدة التي ستبدأ في الربع الثالث من هذه السنة طيب تيد باختصار كم عدد الأطفال الذين لم تصلوا إيهم وكم عدد الأطفال المهددين بخطر التحول إلى سير الحرب التحول إلى التجنيد هل هذا الخطر قائم في السودان اليوم هل يزداد هل لديك أرقام هل لديك معلومات وباختصار رجاء لدي نقطة مهمة في النهاية مخاطر التجنيد والاستقطاب موجودة دائما ونطالب كل الأطراف احترام الطفولة وكل إنسان أقل من 18 عاما كل طفل ليس له أو لا يجب أن يكون له مكان في القوات المسلحة هناك تقارير عن تجنيد الأطفال من جانب كل الأطراف وهذا يجب أن يتوقف حتى الجيش حتى الجيش تد مع عائلاتهم يجب أن يكونوا مع عائلاتهم يلعبون ويتعلمون حتى الجيش يقوم بتجنيد الأطفال كانت هناك مؤشرات من قبل كل الأطراف وأنا لن أتطرق إلى مسائل دقيقة تتعلق بمن ولكن أقول نطالب كل الأطراف احترام الأطفال وحقوق الأطفال وحماية الأطفال خلال هذا النزاع في محور النقاش الأخير اليوم حضرتك أستاذ تيد هناك أيضا انتقادات لكم هناك اتهامات لكم المنظمات الدولية المنظمات الإنسانية المجتمع الدولي بأنه يكيل بميكيالين لماذا لم نشاهد هذا المشهد في أوروبا لماذا لم نشاهد هذا المشهد في مناطق صراع أخرى مختلفة لم تكن ضمن الإقليم في العالم العربي في الشرق الأوسط لم نشاهد ذلك في أوكرانيا هل تكيلون بميكيالين أم أن المنظومة التعليمية قوية هناك لدرجة أنها باستطاعتها أن تواجه أي صراع من هذا النوع على عكس الوضع القائم في السودان في العالم العربي في الشرق الأوسط في سوريا في اليمن أعتقد أن من الضروري جدا أن نستجيب للأزمات الإنسانية في كل أنحاء العالم والسبب أنني هنا في السودان يعود بالضبط إلى أن السودان ليست أزمة منسية ولهذا السبب اليونسيف بقيت في البلاد منذ بداية النزاع لأتأكيد على أنني هنا موجود هنا لدعم زملاء الذين بقوا على الأرض منذ أحداث الخامس عشر من إبريل ومهم جدا كما يوحي سؤالك أن نستجيب وأن نتطرق للأزمة في السودان بنفس الطريقة التي نتطرق فيها للأزمة في أوكرانيا ونفس الطريقة التي نتطرق فيها طيب لماذا النتيجة أنا معك تسمح لي أن نتفاعل معك علينا أن نفهم أنه سيكون هناك اختلافات في طريقة العمل ولكن مهم أن نحشد الموارد لهذا أدعو للمزيد من الموارد كي تأتي إلى السودان بقي دقيقة ونصف إذا تكرمت ولكن لماذا النتيجة مختلفة يعني إذا كان مجهودكم مواحد اليوم وأنا لا أخصص فقط ليونسيف نحن نتحدث عن مجتمع كامل اليوم يأخذ قرارات متعلقة بالصراعات والحروب والأطفال الآن لماذا النتيجة تختلف إذا كانت الاستجابة واحدة وعلى القدر ذاتها وبطريقة ذاتها أنا لم أرى أطفال صراحة في أوكرانيا بنفس الصور التي وصلتنا اليوم من السودان أولا أنا أتحدث بلسان يونسيف وأقول لك ما نحاول تحقيقه أنا أيضا أستطيع أن أشرح أنه في كل إطار وفي كل أزمة تحدث في إطار اجتماعي اقتصادي يوضح نقاط الضعف والدينامية الموجودة في منطقة معينة ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار أحيانا نبدأ بمستوى من الضعف كل ما أستطيع قوله الآن أننا نفعل كل ما نستطيع للاستجابة للأزمة الحالية في السودان هذا ما نفعله ولهذا قمنا بالدعوة بالأصالة عن المتأثرين لدينا تسعة في المائة مما نحتاجه وأطفال السودان عانوا كثيرا ويستحقون أفضل واليونسيف ولون المتحدة والشركاء ملتزمون بعمل كل ما يمكن بحيث أن موضوع المساواة يتم التطرق له مع الفهم أن الأطر تختلف وأيضا نقاط الضعف تختلف أستاذ تيد أنا أود أن أشكر سعة صدرك لأسئلتنا اليوم أنا أتمنى لك السلامة وللفرق الإغاثية العاملة هناك بكل تأكيد ونضم صوتنا إلى صوت حضرتك وإلى كل الفرق العاملة هناك في محاولة تنقاذ الأطفال وتحسين حال الأطفال وأبعادهم عن الصراع وكل هذه الأسئلة كانت لإعطائك مساحة للتوضيح أود أن أشكرك أستاذ تيد لإنضمامك إلينا وإعطائنا هذا الوقت تيد شيبان من بورت سودان نائب المدير التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف شكرا تيد